المواجهات مستمرة في العاصمة الليبية ترابلوس بين قوات حفتر وقوات الوفاق أعنفها في محور الخلاطات جنوباً معارك أسفرت عن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق خلال محاولتهم التقدم في محور الخلاطات وفق مكتب الإعلام الرسمي التابع لحكومة الوفاق كما قالت قوات الوفاق إنها نجحت بتدمير مدفعية لقوات الجيش الوطني قرب كوبري سوق الأحد ومخزن للذخائر قرب شركة النهر جنوبي العاصمة في المقابل قال الجيش الوطني الليبي إنه ما زال يسيطر على مواقعه في ضواحي ترابلوس وإنه تمكن من إحباط هجوم شنته قوات الوفاق في بلدة أوباري غربي البلاد تطورات ميدانية سبقها اجتماع لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر بقادة غرفة عمليات المنطقة الغربية استعداداً للبدء بعملية عسكرية لحسب معركة السيطرة على ترابلوس التي انطلقت منذ إبريل الماضي تزامناً مع دفع قوات حفتر بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب العاصمة إعلان الجيش الوطني عن معركة حاسمة تبيعه انتقادات وجهتها الأمم المتحدة لطرفي النزاع في البلاد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة قال إن بعثة المنظمة وثقت مقتل نحو 300 مدني وإصابة نحو 400 آخرين في معارك العاصمة منذ إبريل الماضي وبيّن سلامة بأن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا هي الغارات الجوية تليها العمليات البرية كما أشارت الأمم المتحدة إلى ارتكاب طرفي النزاع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قتل واعتقال تعسفي واختطاف وتعذيب وتهديد للصحفيين